موسيقى السلام عليكم مشاهدين الكرام إلى نشرة الأخبار والبداية مع عبرز العنو النجف يقلب طاولة على نفط البصرة وزاخو يفرض التعادل على المتصدر الشرطة في دوري الممتاز وفي الدوري أيضا اليوم الميناء يبحث عن الخروج من دوامة النتائج السلبي عندما يضيف نفط الوسط في ختام جولة الرابعة والعشرين قبل المشاركة في بطولة دبي الدولية المنتخب الأولمبي يدخل معسكرا داخليا في بغداد قلب فريق النجف الطاولة على مستضيف نفط البصرة وحول تأخره بهدفين إلى فوز بثلاثة هداف في المباراة التي وقيمت على ملعب الفيحة ضمن مباراة الجولة الرابعة والعشرين من الدوري العراقي الممتاز وشهدت المباراة انسحاب فريق النجف احتجاجا على قرار الحكم اللقاء باحتساب ركلة جزاء بعد توقف لست دقائق عاد لاعب النجف للملعب ونفذ حيدر عبدالله الرحيم الركلة بنجاح بعدها اضاف احمد فرحان الهدف الثاني قبل نهاية الشوطة الاول وتمكن علي قاسم من تقليص الفارق لفريق النجف في الدقيقة الرابعة والسبعين وادرك البديل امجد راضي التعادل في الدقيقة الثانية والثمانية ليعود اللاعب ذاته ليسجل هدف الفوز الثالث لنجف في الدقيقة السابعة والثمانية الضزلان بامان الضزلان بامان من خلال هذه المباراة من خلال الشوطة الثاني امجد راضي امجد راضي 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 شكر على النتيجة شفتوا شوطة الأول طلعنا 2-0 فايزين شوطة الثاني ماهب ماهب شنو صار احنا خلاعبين ماهب انتفاجئين من الوضعية توفقوا النجف صارت 3-2 مبروك لهم هارد لكنا نعوض انشاء الله بجاعة اريد احتب على الحكام يعني الحكام ظلم واضح ضربة جزاء شد الفريق احنا نقول الحكم ما محصوم من الخطأ الكل يغتبس خطأ يعني واضح ارتكبه ضربة جزاء غير صحيحة الحمد لله والشكر ثلاث نقاط مهمة من نفط البصرة نفط البصرة عفوا فريق جيد فريق مشتهد احنا قدرنا بعد نتائج يمكن ثلاث نتائج غير جيدة الفوز نهدي لهذا الجمهور الوفي نهدي الناس المحبين والتوفيق من الله سبحانه وتعالى ابارك الفريق مبروك ثلاث نقاط مهمة يعني فريق تشوف خاصة اثنين صفر شوط الاول شوط الثاني يفوز ثلاثة فريق شبير ابارك فريقنا وهارد لك فريق نفط الجنوب قدموا مباراة ممتازة وهذا الفوز جمهورنا الوفي القطع الاف الكيلومترات حتى يجي يشجع الفريق ان شاء الله بمباراة القادمة من حصر ثلاث نقاط نبقى في اجواء دورينا حيث فرض زاخو التعادل الايجابي بهدف على ضيف الشرطة في المباراة التي جرت على ملعب زاخو الدولي في جولة الرابعة والعشرين من الدوري المبتاز الشرطة افتتح التسجيل اولا عن طريق اللاعب محمد داود في الدقيقة السادسة والخمسين وعادل لاصحاب الارض الكاميروني فرانكو في الدقيقة التاسعة والسبعين وبهذا التعادل رفع الشرطة رصيده الاربع وستين نقطة بصدارة الترتيب فيما بقي زاخو سابعا برصيده ست وثلاثين نقطة حقق فريقه اربيل انتصارا مهما على ضيف ديواني بأربعة اهداف مقابل اثنين في طر الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الكروي المبتاز روى يوسف افتتح التسجيل لفريقه اربيل في الدقيقة الثانية والثلاثين وضف سفين منصور الهدف الثاني لاصحاب الارض عند الدقيقة السادسة والاربعين بعدها قلص اسعد عبدالله الفارق الديواني في الدقيقة السابعة والخمسين ثم ادرك ان اسمالك التعادل للضيوف في الدقيقة الثالثة والثمانين لكن اربيل عاد للتقدم في الدقيقة التاسعة والثمانين عن طريق هيردي سيامنت وتكفل البديل مروان حسين بتجيل الهدف الرابع في الدقيقة الرابعة بعد التسعين من ركلة جزاء انقذ يضرغام اسماعيل فريقه القوة الجوية من الخسارة امام الكرخ بعد احراز هدف التعادل الثمين في الرمق الاخير من المباراة التي انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما في جولة الرابعة والعشرين من الدوري الممتاز الكرخ تقدم اولا عن طريق المحترف السوري عبدالهادي باسب عند الدقيقة الخابسة والخمسين ثم نجح ضرغام اسماعيل في احراز هدف التعادل الثمين للقوة الجوية بالدقيقة السادسة والتسعين من زمن المباراة وبهذا التعادل رفع القوة الجوية رصيده لنقطة الخامسة والاربعين بالمركز الثالث فيما ظل الكرخ بالترتيب السابع عشر برصيده عشرين نقطة وفي جولة ذات اكتسح فريق نوروز ضيفه الصناعة بنتيجة اربعة اهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي قيمت على ملعب جامعة السليمانية المزيد مع مؤيد الهاوي حكاية من الدور الرابع والعشرين فصولها تبدأ بلقاء نوروز الذي قص شريط طلعات على تاب مرمى الصناعة واقدام من يدافع تتلاقف الخطر الرد وان كان سريعا نجاح سجاد كاظم بالاختبار افشل نوايا سجاد بشير من هز الشباك بنجاميين اوكور ظهر من بين المدافعين ووضع حسين ابراهيم في مواجهة الشباك التي حرك معها عداد الاهداف من ازعجهم بصناعة الاول عاد كسرعة الضوء واسقط خط دفاعات الصناعة بهدف ثاني مع نهاية الشوط الاول حارس الصناعة يفشي المشروع مضاعفة الغلة لنوروز منتجات الصناعة في الشوط الثاني تعمل وتطرح اول الاهداف في المرمى بعنوان ماجد لفتة يسجل من التزديد البعيد حسين ابراهيم حاول ان يضيف الثالث لكن سيطرة التقييس والنوعية لحارس الصناعة منع ترخيصه كابوس مدافعي الصناعة بنجامين اوكور وصل الى مرماهم بهدف ثالث العائد من الايقاف اوثو رستوم عاد مستغلا انهيار الصناعة بهدف رابع اكمل فيه رباعية الفوز فريق الصناعة فريق ممتاز فريق يمتلك مدرب شاب ومدرب طموح من افضل المدربين اعتقد الشباب الحمد لله والشكر لله الاداء كان ممتاز الفريق كل الفرص اللي سنحتنا سجلنا بعض الفرص اللي اضعناها لكن الحمد لله والشكر لله نقدر نقول فريق نوروز اختلف من المرحلة الأولى عن المرحلة الثانية اكيد شفت المباراة هي كرة القدم فرص اللي يستغل فرص هو النتيجة يطلع هو الفايز يكون قولوا علينا ببداية فرصتين احنا ضيعنا فرص قولوا علينا ثنين رجعنا من المو بالشوطة الثاني سجلنا هدف اجدت الهداف عكس المباراة نقول مبروك نوروز هذا لك فريقنا فوز جديد لنادي نوروز اوقف معه عداد رصيد الصناعة بـ 26 نقطة وتساوى معه بذات النقاط من السليمانية مويد الهاوي العراقية الرياضية لذلك تختتم مباراة الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الممتاز اليوم بإجراء مباراة واحدة عندما يحل نفط الوسط ضيفا ثقيلا على الميناء في ملعب البصرة الدولي ويسعى الميناء الى تحقيق الانتصار تحت قيادة مدربه الجديد احمد رحيم من عز المنافسة على البقائف المسابقة للموسم المقبل وتجنب الهبوط الى دور الدرجة الاولى في المقابل يبحث نفط الوسط عن النقاط الثلاثة التي تقربه من صاحب المركز الرابع فريق الزهراء يذكر ان الميناء يحتل المركز التاسع عشر برصيدي خمس عشرات نقطة بينما يتواجد نفط الوسط في المركز الخامس باربعين نقطة نصول الى مراحل متقديمة يستطيع من خلالها الفريق مثل ما تعرف والكل ما تخفى عليه النتائج السابقة السلبية للفريق مطيئ انطباع غير جيد لدى نفس اللاعبين بالفترة الأخيرة مع تراكم الإصابات لدى اللاعبين لكن نحن نرجع ونقول هذا الميناء بمن حضر استعدينا للمباراة ولو بالجزء الأمثل لا نقدر نقول مئة بالمئة لن تعرف قصر الفترة اللي اجينا بيها اليوم الثالث نحن ويا الفريق لكن هذا ان شاء الله ما يبرر أو ما يضطينا فدى انطباع بأننا لا ندخل للمباراة وعازمين على تحقيق نتيجة إيجابية من أجل تحسين الموقع ومن أجل الضمان البقاء في الدور الممتاز وهذا يطلب وقت ويطلب تكاتف الجميع من جمهور إلى إدارة إلى لاعبين إلى كادر وان شاء الله وضع الفريق ان شاء الله لنحو الأفضل نهاية المرحلة الثانية تختلف عن المرحلة الأولى الفراغ كلها من سلحة وجاهزة احنا كانت بدايتنا غير المرحلة الأولى ضيعنا هواي نقاط خلصاً هذاني ثلاث مباراة السابقة هاي المباراة إن شاء الله مباراة مع الميناء يعني نعوض إن شاء الله المباراة اللي خسرنا بها نقاط إن شاء الله هاي المباراة نجاهزي لها وعادي نعدى لها لازم نأخذ ثلاث نقاط خصوصاً نحن بترتيب يعني رجعنا تشنة ثانية مرحلة الأولى نحيناها فرق هداف عن هذا الطلبة يمكن الفريق اللي هسا جاي يمشي فريق الطلبة نحن متوقفين أريد نعوض هاي المباراة نأخذ ثلاث نقاط على موض نمشي بالتسلسل ونحافظ على مركزنا اللي هو يعني المركز الثاني إن شاء الله بين أمين وسر نادي الزوراء شاكر الجبوري أن فريقهم الكروي قدم أداء لا يليقوا بسمعة وتاريخ النادي أمام السمراء في الدوري الممتاز مبيناً في تصريح للعراقية الرياضية أنه سيتم حسم قضية اللاعب مازن فياض بعد الاجتماعي مع الجهاز الفني أنا ما راح أبرر لأنني ما أحكي بالجانب الفني دائماً ما أحكي بالجانب الإداري أنا أعتقد مباراتنا كانت يعني أدوا بس أداء ما يليق باسم الزوراء صراحة الجمهور اللي حضر والمؤازرة اللي صارت من الجمهور كانت كبيرة جداً اليوم عندك أنت ملعب جميل جداً جمهورك في ظهرك كل هذا يجب أن يعني هو صحيح أنت كنت تحت الضغط مال الجمهور بس يجب أن تؤدي أكثر لأن أنت عندك طاقة بداخلك يا لعبنا يا لعبنا عندك أكثر بعد تقدر تؤدي إلا أنه هذا أنا ما أسمي لا تخاذل ولا أسمي تقاعس أسمي يعني عدم والاة في بعض الحالات هي اللي سببت نتيجتنا راح نقعد بيني تناقش به وأعتقد إحنا أخذنا بقرار إلا أنه القرارات ليست قرآن إذا ما كان هناك يعني يعني نظرة ممكن تكون بيها هي كانت في البداية نظرة صحيحة على اللاعب لأنه اللاعب لا يتمرد على الفريق الفريق أكبر من اللاعب وجمهور الزوراء وإدارة الزوراء وإسم الزوراء أكبر من إسم مازن المفروض بي مثل ما خدمه هذا النادي المفروض يؤدي بي حتى لو يلعب دقيقة وحده ويا ما شوفون أنتوا فرق عالمية ممكن ينزل اللاعب مالتها خلال خمس دقائق أو ثلاث دقائق أو دقيقتين نظرة المدرب يجب أن تحترم وعلى اللاعب أن يطبق لأن بيني وبينك أكو عقد وبيني وبينك أكو يعني احترام هذا المفروض يجب أن يحترم من قبلك مثل ما أنا إذا أحترم المفروض أنت تحترم أنا هاي الرسالة اللي أقولها هذا الموضوع رح نبحثه وإذا كان بي قرار نهائي للمدرب وللإدارة فقرار نهائي لا رجعت به عددت لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم وعيد مباراة الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الأراك والتي تشهد لقاء القمة بين الزوراء والقوة الجوية وستفتتح مباراة الدور ربع النهائي بلقاء الكرخ وأربيل في ملعب الراحل أحمد راضي بالعاشر من أشهر الجاري وتقام في اليوم التالي مواجهة الكهرباء وأمانة بغداد على ملعب التاجي ثم تليها مباراة القمة بين الزوراء والقوة الجوية على ملعب الشعب الدولي وتختتم المباريات بإقامة مواجهة الزاخو ومصافي الجنوب في ملعب الأول في الثاني عشر من الشهر ذاته أبدى المدرب المساعد لفريق الطلبة مهدي كاظم استغرابه من عدم استدعاء لاعبين لصفوف المنتخب الوطني من فريقه الكروي الذين يقدمون مستويات كبيرة في الموسم الحالي قبل أربعة تشهر بلقاءات بكثر من لقاءات قلت على وقاء على محمد موسى على زيد على مرتضى بلانس حمزة عدنان أفضل دفاع يسرها الآن بالدوري وهذه أنا أحتيها شغلة فنية لاعب يعني إنه يقدم مستويات المفروض الدوري اللاعب ليه يقدم بالدوري يتكرم بالمتخب إنته مو شرطة لعبه بس طي فرصة حقه لأن المنتخبنا مثل ما يعرف الجميع صار حق التجارب سبعين لاعب ولا لاعب من الطلبة وهذا دليل يعني عملهم وتدريباتهم ووضحهم إن شاء الله إن شاء الله المدرب غني شهد قريب على اللاعبين ويعرف مكانيتهم يعني لكن عندنا لاعبين يجب دعوة ما أقول لك لعبة ساسية لكن تطي فرصة لأن هذا استحقاق أتعب بالدور وجهده لازم يتكلل بالمتخب العربي أكد المدرب والمساعد لمنتخبنا الأولمبي سعد حافظ أن مشاركة اليابان وتايلانج في بطولة دبي ستعود على منتخبنا بفائدة كبيرة مبينا أن المنتخب الأولمبي سيدخل معسكرا تدريبيا في بغداد منتصف الشهر الحالي وقال حافظ أن منتخبنا الأولمبي سيدخل معسكرا تدريبيا في بغداد منتصف الشهر الحالي ويستمر حتى العشرين منه بعدها سيغادر إلى دبي للمشاركة في البطولة التي ستنطلق في الرابع والعشرين من هذا الشهر وأكد حافظ أن المدرب أتشيكي ميروس لافسوكوب سيتواجد في بغداد قبل منتصف الشهر وسيتم الإعلان عن القائمة النهائية المكونة من 31 لاعبا بعد انتهاء المعسكر الداخلي تعرض لاعب المنتخب العراقي للمتقدمين بالجودو محمد ستار إلى إصابة أثناء المعسكر التدريبي المشترك الذي يقيمه المنتخب العراقي برفقة المنتخبين التونسي والإيراني في محافظة كربلاء وأكد نائب رئيس الاتحاد العراقي للجودو عدي الربعي أن محمد ستار يعد من اللاعبين المهمين والمعول عليهم بشكل كبير في تحقيق نتيجة طيبة بوزن 66 كيلوغرام في البطولة العربية المزمع إقامتها في العاصمة الوردنية عمان أواخر شهر آذار الحالي وبين الربي أن اللاعب تعرض إلى إصابة في الوحدات التدريبية المشتركة وبعد إجراء الفحوصات الأولية وعرضه على الطبيب المختص الذي أكد إصابته بقطع في الرباط الصليبي وسيخضع لتداخل جراحي خلال الأيام القليلة المقبلة أقامت جامعة بغداد يوم أمس احتفالية كبيرة كان شعارها للمخدرات نعم للرياضة وسط مشاركة كبيرة من جميع شرائح المجتمع المزيد مع زيد غالب شرائح المجتمع المختلفة اتحدوا ووضعوا اليد باليد ليرفعوا شعارا مهما لا للمخدرات نعم للرياضة والتي يجب أن تأخذ حيزا واسعا لنحصل على جيل ينمي أفكاره في خدمة وطنه الأساتذة والمختصون في جامعة بغداد كانت لهم الشرارة الأولى في انطلاق هذه الحملة لنشر الوعي بين شبابنا العراقي اليوم نجد الجامعة مساحة كافية للإعلان والوعية لدينا أكثر من سبعين ألف طالب لدينا أكثر من خمسة عشر ألف طالب دراسات وعليها فضل عن التدريسين الذين يزيدون عن ثلاثة عشر ألف تدريسي وموظف هذه البيئة الكبيرة هي صالحة لنشر الوعي بخطورة المخدرات والتثقيف باتجاه اللجوء إلى الرياضة واللجوء إلى العلم للمحافظة على مستقبلنا مثل ما تعرف الفئة الكبيرة هي من طلبة الجامعات يتعرضون لهذه المشكلة اللي هي آفة المخدرات فاليوم المهرجان هو عبارة عن توعية شبابنا أن نبتعاد عن هذه الآفة لتمس أولادنا وتمس كافة مفاصل الحياة الحملة شهدت احتفالية كبيرة تنوعت فيها العروض الجميلة كتجمع بايك داد للدراجات الهوائية الذي حرص أعضائه في تقديم رسالة ذات معاني سامية توجه الشباب بأن يكونوا باتجاه ممارسة الرياضة لا للمخدرات التي تعصف بهم في وادي الموت نحن اليوم فئات مختلفة متعددة جينا موظفين ربات بيوت موظفات وحتى الشباب بهم إضباط بهم جنود جميعنا نمارس هذه الرياضة الغاية ننقل صورة جميلة لعلنا نستطيع جذب الشباب إلى فكرة الرياضة وجاي نوصل رسالة للشباب أن يطلعون الأجواء السلبية اللي يعايشين بيها بين المجتمع واللجوء إلى الرياضة وريد نوصل لرسالة أن نتقف عدم الترويج للمخدرات وعدم الاتجاه لهذا الطريق هذه الحملة وغيرها يجب أن لا تتوقف بل يجب أن تستمر في كل مكان لنحصن أبناء الوطن بجرعات ممارسة الرياضة الكل معني من الصغير وحتى الكبير بحملة القضاء على ظاهرة المخدرات التي يجب إذابتها ببحر التوجيه والتوعية الدائمة من أجل الحصول على جيل واعي ومتفهم بخطورة هذه الآفة الهدامة زيد غالب العراقية الرياضية بغداد